بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإنسان الذكي الفطن هو الذي يبحث عن الأسباب التي بها تتحقق البركة والتي بها يأتي عون الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أندى لهم على كثير من هذه الأسباب التي تتحقق بها البركة والتي يأتي بها العون والمدد والتيسير والتوفيق من هذه الأشياء البسملة كلمة البسملة هي عبارة عن نحت لقولنا بسم الله الرحمن الرحيم هناك جمل تكون طويلة فيأتي أهل العلم فيضع لهذه الجمل كلمة واحدة تدل على المعنى كما وضعوا لجملة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لفظ الحوقلة وكما وضعوا للحمد لله رب العالمين لفظ الحمد له وهكذا فالبسملة تشير إلى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة سبب أساسي وسبب رئيسي من أسباب تحقيق البركة كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا أنه في كل عمل يقوم به الإنسان قليلا كان العمل أو كثيرا يوجهنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن يبدأ هذه الأعمال بالبسملة وذلك حتى يأتي عون الله سبحانه وتعالى وتيسيره فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث شريف كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر يعني عمل مقطوع البركة فمن يبحث عن البركة عليه أن يبدأ كل عمل ببسم الله الرحمن الرحيم نحن في يومنا نعمل أعمالا كثيرة أعمالا متعددة أيا كان العمل فعلى الإنسان أن يبدأ كل عمل بالبسملة حتى تأتيه البركة البسملة هذه أول شيء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء فجاءه الوحي في أول مرة جاءه سيدنا جبريل وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ أعادها في المرة الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ ثم قال أمين الوحي جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق فأول شيء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم أن يقرأ باسم الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه البسملة تعين الإنسان هذه البسملة تجعل الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى والذي يذكر الله يكون الله معه فالله عز وجل في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني يكون الله مع العبد إذا ذكر العبد ربه والمعية هنا التوفيق والتيسير والسداد إلى آخر ما يرجوه الإنسان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوجهنا في أحاديث كثيرة إلى أهمية البسملة وأن بها تتحقق البركة من ذلك توجيهه لعمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه هو ابن زوجته من رجل آخر عمر هذا كان يجلس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم على مائدة الطعام يقول عمر فكانت يدي تطيش في الصحفة يأكل بلا نظام بلا التزام لآداب الطعام فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ياغلام سمي الله أول شيء أن تسمي الله عز وجل ياغلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك والسيدة عائشة تحكي لنا موقفا آخر يبين أهمية البسملة ويبين أن بها تأتي البركة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من الصحابة فجاء أعرابي فأكل الطعام بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله تعالى لكفاكم لو أنه سمى الله عز وجل لكفاكم هذا الطعام ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليسمي الله عز وجل فإذا نسي أن يسمي الله عز وجل في أوله فليقل بسم الله في أوله وبسم الله في آخرة هذه البسملة من أهميتها أنها تدفع الإنسان عن النار والعياذ بالله تبعده عن النار فإن للنار تسعة عشر خازنا يقول سيدنا عبد الله بن مسعود إن لجهنم تسعة عشر خازنا من أراد أن ينجيه الله عز وجل منها فليداوم على البسملة فإن حوفها تسعة عشر حرفا بكل حرف يدفع الله عز وجل عن الإنسان خازنا من هؤلاء فيا أيها المشاهد الكريم احرص على البسملة فبها تتحقق البركة بها يأتيك عون الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه بها يدفع الله عز وجل عنك جهنم نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر